السلام عليكم أصدقائي ومتابعيه في قناة الكوري الزهبي رجعنا لكم فيديو جديد وأخبار جديد خلينا شوف شيء سريع ناوين فيديو اليوم حقيقة وجود مباراة لمنتخبنا الوطني أمام المنتخب الغابة تواصلت مع كابتن نبيل السباعي وكان يوضح الأمر يضع في تأجيل الدورة السورية قبل بداية المرحلة العاشرة متائج مباريات الدورة السورية الجيش دير بدمشق أحباب والفتوى يعود من جديد برومنتادا وبنهاية الفيديو مثل العادة الفقرية اللي بتحبوها فقرة عوجة دورينا السورية كرت قدم سباحة شو كمان صاعقة من إضافة صاعقة للدورة السورية هذا الشي رح نحكيه بنهاية الفيديو دعموا للفيديو بلايك كومنت تفعيل زر جرس واللي عم يحضرنا وما اشتركت ما نشترك بالقناة إذا عاجبك محتوانا وحابب تدعم قناتنا قناة الكوري الزهبي بتمنى تشارك الفيديو للأصدقاء لنوصل لأكبر عدد ممكن عشاق الرياضة عشاق منتخبنا الوطني تفاصيل سوريا غامبية بالصراحة ضجت وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب إنه في مباراة لمنتخبنا الوطني أمام المنتخب الغامبية كبار كلها عم تيجي من الجانب الغامبية أكتر القنوات أو أكتر صفحات الفيسبوك كانت عم تثبت الخبر إنما صفحة الاتحاد الرياضة السوري لجنة مؤقتة ما شفنا أي شخص إعلامي مختص من قبل الرياضة السورية أو اللجنة المؤقتة يعلن عن هذه المباراة وحتى تيتا ما شفنا يحكي بشكل رسمي عن المباراة أنا هذا الشي استغربت لذلك لحد الآن ما حكيت عن المباراة عبر قناتي لذلك مصداقت القناة توجهت للكبتن نبيل السباعي بتشكره من قلبي عبر قناتي شخص عنده ساعة رحب بصراحة لمجرد أني سألته وتواصلت معه كان عمره بكل محبة وخلاص خليني نسمع الكبتن نبيل السباعي شو كان عمره يعطيك العافي كبتن نبيل السباعي شلونك شو أخبارك بس سؤال ممكن توضيح المباراة السورية اللي رح تجمع منتخبنا الوطني أمام غامبيا لأنه منتخب غامبيا طلع ببيان أنه في مباراة وديه بين سوريا وغامبيا بس يعني اتحاد الرياضي السوري أو اللجنة المؤقتة ما أعلنت عن شي ولا حتى بالموقع الرسمي ساد مساق أهلين هنا كيف حق ما لدينا شي رسمي نحن أبدا أبدا ما إجانا شي ومشكلتون إذا آلنوا إلا ما آلنوا نحن ما إجانا شي رسمي ولا في أي شي إلى الآن إجا كتاب عن طريق ناس طبعا أنه بدهم مغرابس هذا عبارة عن مكتب تسويقي وما في شي رسمي ونحن لم نتعامل غير بشكل رسمي زوء ولطف منك هنا وبتشكرك على الإطراء تبع الكلام إن شاء الله كل شي تاتبه الله بده يصير بس برجع بأكد متبعت الله هذا عبارة عن مكتب ما بعرف شو مدى علاقته بالاتحاد الغامبي ونحن ما إجانا شي رسمي ما بنحسن نقول شي أبدا أبدا هاي كان رد الكابتن نبي سبايا نحن ما عنا كتاب رسمي بتثبيت المباراة طرف الغامبي كان يعلن عن المباراة هاي مشكلتهم نحن ما وصلنا كتاب رسمي تثبيت المباراة إلى الآن تاريخ اليوم ممكن بعد انتهاء الفيديو لجنة المؤقتة يوصلوا لكتاب رسمي إنه غامبيا بده يلعب مع منتخبنا الوطني بس لحد الساعة للطرف السوري من طرف منتخبنا الوطني لا يوجد مباراة وديه أمام غامبيا حبي توضح مشان متابعي قناة الكرة الزهبية تعودوا على مصداقية قناتنا بعيده بكرر ممكن بكرة تثبت المباراة بعد بكرة إلى الآن المباراة غير مسبتة هي ببساطة إشاعات حبي توضح الفكرة لمتابعي قناة الكرة الزهبية نحن دائما نحاول نوصل لها لحقيقة لو تأخرنا بالخبر يوم أو يومين المهم إنه نحكي خبر موصوق إن شاء الله وما نتبع الإشاعات يلي دبحت منتخبنا الوطني إن شاء الله بالأيام القادمة إذا تم تثبيت المباراة رح نعمل فيديو تاني ونحكي عن موعد وتوقيت مباراة منتخبنا الوطني أمام غامبيا إلى الآن لا يوجد مباراة كيف للدور السوري الدور السوري مفروض إنه نهار الأحد ستقام الجولة العاشرة تم تأجيل الدور السوري بطلب من تيتا طبعا تيتا دائما عم يطلب تسريع الدورة أو تأجيله تيتا عم يطلب تأجيل الدورة بده يستغل قدوم المحترفين بما أن المحترفين أبدو استعدادهم للانضمام للمعسكر من المباراة تشرين وجبلي حطينو الشرطة المباراة المؤجلة رح تصير بواحد واثنين الشهر القادم الفين تنين وعشرين إن شاء الله المباراة المتبقي للدور السوري الجولة التاسعة الواحدة والجيش كان عم يطلعوا أحباب بهدف مقابل هدف الواحدة عم يزفتتح تأجيل عن طريق اللاعب حسام العمر بالضيئة 44 الجيش عم يعدل بالدقائق الأخيرة الدقيقة القاتلة 95 عن طريق اللاعب خطاب مشلب إذن المباراة عم تتهي بهدف مقابل هدف الجيش عم يبقى بالمركز الثالث أو عم يصير بالمركز الثالث 15 نقطة الواحدة عم يقفز للمركز الرابع بـ 14 نقطة صدارة طبعا صدارة المؤقتة رح تكون لنادي الواسبي بانتظار مباراة تشرين مؤجلة أمام جبلي صدارة مؤقتة لنادي الواسبي على طلب جمه وتشرين كتير حطوله الكومنتات أنه لازم تقول صدارة مؤقتة لأنه لازم منتظر مباراة تشرين إذن صدارة مؤقتة إلى الواسبي بانتظار مباراة تشرين وجبلي اللي رح تصير بواحد واثنين شهر القادم المباراة الثانية الفتوية عم يعمل رومنتره الفتوية بهذا الموسم تعودنا له عن رومنتره يعني ما في غير بيعمل رومنتره مع جبلي عمل الليوم ما عفرينكان عم يعمل رومنتره عم تنتهي المباراة thermals هداف مقابلة هدفين يفتتح تجيل فتوي بالضيئة 41 محمد زينو يعادل احمد كلاسي للعفرين بالضيئة 55 عفرين يعزز عن طريق اللعب احمد كلزي بالضيئة 62 فتوي عم يسجل نفس سيناريو مباراة جبلي شو عم يصير مع فتوي ما بعرف بالضيئة 92 محمد عبادي عم يسجل هدف التعادل بالضيئة 95 اللي يسعلي عم يسجل هدف الفوز هدف الثلاث نقاط برافو الفتوي طور رهيب اصرار دائم بالمباريات مبروك الفتوي هارد لاك عفرين اذا الفتوي صار عنده 12 نقطة قبل المباراة كان عنده 9 نقاط عفرين بقي اخيرا بنقطتين فقط بنهاي الفيديو اليوم مثل العادي رح نحكي عن فقرة عوجة شو هي فقرة عوجة يعني للاسف فقرة عوجة نحن عاملينا على القناة الكرة الزابية حتى ننتقد الشغلات السلبية بالدورة بارك يعني معنيين عن الرياضة السورية بشوفو هالفقرة بما انه شهرت كتير الفقرة يعني بصراحة فوت انا ع صفحات الفيسبوك بقراء الكومنتات العالم كانت بي عوجة عوجة قبل ما نعمل فقرة عوجة ما كنا نشوف هالكلمة كتير متداولة بالدورة السورية لو مجرد تشوف منشور صفحات الفيسبوك للدورة السورية فوت على الكومنتات بتقرأ كتير او بتشوف كتير اشخاص كانت بين عوجة رح تضل عوجة هذا دليل انه صوتنا واصلة ان شاء الله فقرة عوجة اليوم شو اللي عم يصير مباراة بدور الشباب دور الشباب جبله الحرية يعني صراحة انا بشوفت الفيديو يعني ما بعرف بدي ازعل ع شباب لهدو شباب المستقبل هدو دعمين للمنتخبات الوطنية للشباب للرجال ولا نتضحك يعني صراحة المشهد صراحة المشهد مضحك ومحزن بنفس الوقت يعني قبل ما تبلش المباراة نبين انه بالمدينة في عاصفة وفي مطار من البداية الحكم ليش لحتى نعمل المباراة بساطة قبل المباراة بربع ساعة ما شوف انه في عاصفة جومة ومناسب لكرد القدم تم تأجيل المباراة عم ينأجل دورة كامل نحن وقفت على هالمباراة بدور الشباب شوفوا هالمنظر يعني بصراحة بستحضروا والله ما بعرف يعني بدنا نضحك او نزعل على دورينا او ع شبابنا يا تخيلوا هاي مباراة جابلي وحرية انا بس شفت ايش دورينا السورية دورينا السوري سابقل كرد قدم سباحة حاليا صعيقة صار دوريوس سوري حاليا صعيقة فراح افراس مع الناح هو دورينا السوري الهكبر سباحة صعيقة ثلاثة بواحد دورينا ثلاثة بواحد يعني أنا بس شفت الشباب بصراحة ما يعملون لهم دورة صاعقة ما دورة شباب هاي دورة صاعقة ذكروني بدورة الأغرار بس عملنا دورة أغرار أول ما بتوصل بالأمونا كلنا برشوا علينا موي طيب بلولاك أرانب بتقوله وحوش بلولاك أرانب ترود أنت هيك بقلب قوي وحوش أرانب وحوش تصمد هيك بتصمد آخر شي بلولاك وحوش تروع على المهجع بتنام تاني يوم تالت يوم هيك على فترة شهر ونص أو ثلاث شرعة هو دورة الأغرار انت بس توقف بتلاحظ أن الأعداد عم تخفي يعني المفروض نحن مئة وخمسين واحد عم نصير بعدين خمسة وسبعين خمسين بتقوله وين عم تروح هالعالم هالعالم وين عم تختفي فبعدين تكتشف انت أنه لا في وحوش ولا في أرانب ولا في غزلان ولا في أي شيء لقصة الصمافية اللي بدفع أكتر يزيل على البيت يعني كان نعني يقول له أرانب وحوش أرانب وحوش يروح صوتنا طلع تشغلي لا أرانب ولا وحوش ولا غزلان تفاع أكتر تطلع أكبر وحش وتنزل على بيتك للأسف يعني اللي عم نحضر وهذا صاعقة بتمنى تحسين الدورينا السوري يعني يعني قبل ما تصير المباراة أنه في عاصف خلص خلص أجل المباراة لا لا ما بده لا وحوش لا دوري الشباب يتحدى المطر ويتحدى العواصف وحوش وأرانب خلص والله عوجة يعني حرام حرام هالشباب شوفوا على المنظر والله شي شي بيحر الأد بتمنى بتمنى أنه يعني نهتم أكتر بالتفاصيل الصغيرة هاي تفاصيل صغيرة إذا قبل المباراة عرفنا أنه في عاصف من الغي المباراة ما بدأ لهم اللاعبين نعملون دورة صائقة وفي رأس مع الله صار عملنا قدر مسلي وصائقة شو كون أحلم نيك؟ يلا نبصوا ثلاثة بواحد والله شر البلية ما يضحك عوجة فيديو اليوم اكتبونا بكومنت شو رأيكم باللي حكينا بينا حقيقة مباراة منتخبنا الوطني أمام غامبية إلى الآن بالإضافة أجيل الدورة السورية تحديد موعد مباراة تشرين وجبلي حطينوا الشرطة حكينا عن نتائج اليوم بنهاية الفيديو فقرة عوجة بتمنى تكون الفقرة عاش بتكون عرانب وحوش مين بتذكر عوجة بتمنى دائما تضلوا عخير السلام عليكم